أيام مضت على رحيل عاصفة دانيال أجزاء واسعة من درنة ومدن أخرى شرقي ليبيا ما تزال مطمورة بالطين والركام مما يعقد مهمة الإنقاذ لا يدري هؤلاء شيئا عن مصير أحبائهم ممن جرفهم البحر أو علقوا تحت الركام يقفون على الضفة لعل البحر يلفظ أحدهم ولا جرأة لخوض البحر فالوسائل شحيحة والموج عال يصور في الجمال يصوره في الوادي في أول بداية السيل أول بداية الوادي صاحبي هذا مباشر يصور هذا توفى عدب العمرة بالكلمسك أما داخل المدينة فلا ينفق سكان درنة يناشدون إخوانهم الديبيين والمجتمع الدولي طلبا لتكثيف المساعدة أظم كلهم جيرياني وخوتي وحبايبي وناسي كلهم تحت لا رذرة نبوه آلات نبوه ناسي تجي ترفع معنا الجثمان ما نبوه شيء لا نبوه حواشي لا نبوه شيء نبوه نطلعوا هلا لتحت الارض بس نطلعوه وندفنهم والله ما نبوه حاجة والله العظيم ما نبوه حاجة يا هاو يا ليبيين نحكي الليبيين اللي عنده ليبي عرق يسطر يجينا هنا ويرفع حتى بالا يطلع الموتى لتحت يشير الخبراء إلى اختلاف كبير بين عمليات الإنقاذ في الركام وأكوام الطين كحال مدينة درنة إذ تتطلب تدخل فرق الإنقاذ المتخصصة فنطق الكارثة يشهد عددا من التحديات بداية بتحييد الركام الذي جرفه السيل بعد انهيار السدين اثنين لم يتحملا منسوب الأمطار المساهمون ممن هبوا للنجدة من المدنيين قد لا يملكون معرفة بأساليب التصرف في مثل هذه الحالات مما يجعلهم هم كذلك عرضة للخطر فمستويات الطين المتراكمة قد تحمل في طياتها مواد حادة من حديد وزجاج وقد تهوي بمن عليها من جراء جراف التربة وهناك تحدي آخر توجهه فرق الإنقاذ الليبية وهو قلة المعدات وعدم كفيتها في ظل فداحة الكارثة التي حلت بالبلاد إضافة إلى صعوبة الوصول للكثير من المناطق المتضررة في ظل انهيار البنى التحتية وانقطاع الطرق والانهيارات الأرضية ترجمة نانسي قنقر